اشتركوا في القناة يوقعوا يبقوا رجالا ويتعدلوا وإحنا قررنا هذا إذا كنا هنعمل إضراب فليس هذا الإضراب موجهة للمريض ولا تحديها للمريض وهقول أكتر من كده ولا تحديها للدولة لأننا نحسس أن الدولة في هذه الظروف كأنها جزر منفصلة محدش بيلم الدنيا بعثنا الرئيس الجمهورية وهنبعث النهاردة لرئيس الجمهورية عشان نقابله وفي قفر أحمد زملاء إن إحنا نقابل رئيس الوزارة والجيش متمثل في اللجنة التي أنشأها رئيس الجمهورية لحل الأزمات وقفت معانا ومع هذا ما زالت مصر يعني أنهى الله هذه المشكلة ما زالت جزر منفصلة إحنا أنتوا عارفين أن إحنا قررنا أن إحنا نعمل إضراب هنعمل اتصام داخل مقر النقابة وهنعمل إضراب على مدى فترات حددناها لعل وعسى لعل وعسى أنه الدولة أنه وزيرة الصحة تخرج من شعورها بأن الصادر لا مش مهمين وتحل الموضوع إذا ما حلتوش هنحاول نحلو مع رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء المجلس خد عمل اجتماع وخد قرار باعتصام في حديقة النقابة هنطلع من هنا على الاعتصام جوه الحديقة عشان إحنا نسمة ربيين هندخل جوه الحديقة وهنقعد جوه الحديقة زي ما نعتصم جوه المكتب عندي وإحنا بنطلب من السعاد لأنه ما يكونش اعتصام المجلس بس المجلس كله اعتصم بنطلب من السعادلة أنهم يجوا يشركون وأنا بطلب من السعادلة مين السعادلة الحكوميين مش محتاجين أننا أطلب منهم يعني أنها قضية واضحة أنا عاوز السيدالي صاحب السيدالية يعرف أن كثير جدا من مشاكله تتحل زي همش الربح الذي ليس فيه عدواناً على المريض ولم نتكلم على زيادة همش الربح أيها الزملاء الصحفيين والإعلاميين بنتكلم على زيادة همش الربح تأتي من شركات الصناعة مش تأتي من جيب المريض زي قصة المرتجعات اللي أنا مش عاوز أشغلكوا بيها لكنها قضية بالغة الخطورة بتؤثر على المجتمع سيدة الوزيرة بتعتبر أن موضوع المرتجعات موضوع تجاري يعني إيه مرتجعات يعني أدوية تاريخة فات في الصيدالية أنتوا عارفين السنة اللي فاتت كان فيه في الصيداليات أدوية عسير جدا إن إحنا نرجحها للشركات تلتمية وتمانين مليون جنيه وأنا أعتقد إن السنة دي أكتر مشكلة البرتجعات مشكلة الضرائب مشكلة همش الربح كثير جدا من المشاكل اللي تتعلق بالسعاد لأصحاب الصيداليات الإسم العلمي اللي هيحلم مشكلات كثيرة جدا في هذا الموضوع أنا مستعد أن أتكلم في الإسم العلمي مع الزمل الصحفيين على مستوى كل الحاجات دي مهم جدا إن نصار لأصحاب الصيداليات يشاركونا مهم جدا وعلى فكرة إحنا كنا عملنا إضراب سنة 2009 عملوه أصحاب الصيداليات وكتب فيه تقرير التنمية البشرية إنه أحسن ما تعمل في مصري في تاريخه من 30-40 سنة هو إضراب السادل أنا أكلمني أحد الوزراء يومها يوم الإضراب الأولاني قال لي قبل المغرب كان فيه 70% من الصيداليات التزمت باللد تاني يوم كان فيه 90% من الصيداليات وكنا بننظمينا عشان المريض ما يتحرمش إحنا على فكرة مش بنهبل مش عاوزين مريض مش لقى إنسولين ما يلاقيوش إنما عاوزين نقول للمرضى ونقول للناس في الشارع ونقول للإعلام ونقول المفكرين ونقول للنخبة إنحنا فئة ظلمت ولذلك سنحارب من أجل إنشاء الهيئة العامة للدواء هنحارب هذا الموضوع انتهى كتبته وانتهت الصياغة وجددنا الصياغة لما فات وقته والحكومة ماهتمتش جددنا الصياغة أنتوا عارفين يا أولاد سوريا أولاد يا أخوات يعني ما عارفش لا لا يا أولاد أقل من الأولاد كمان أنتوا عارفين أنه تقريبا دول العالم كلهم عندهم الهيئة العليا للدواء التي تقوم بالشأن الصيدالي كله تسقيفا وتعليما واقتصادا ورقابة وتوفيرا للدواء عارفين للإف دي إيه عارفين أوروبا عندها أكثر من تنظيم للحكاية دي عارفين السعودية عندها سعودي إف دي إيه عارفين أن الأردن الأردن عندها جوردينيان إف دي إيه عارفين أن الصومال في أرض الصومال أرض الصومال دي حتة صغيرة من الصومال كده حتة كده صغيرة من الصومال عاوزة تعمل أو عاملة صوماليا ايه عارفين أن مصر بتعمل دواها 82% من الدوا في مصر من أول صناعته من أول أبحاثه من أول أبحاثه أنا بقول لغاية صناعته لغاية تداوله لغاية وصوله للمريض لغاية الأعراض الجانبية لغاية المشاكل من أي نوع اللي ملموم حوالين هذه المهنة هما الصيادلة هما الصيادلة والمجتمع حاسس وانتوا عارفين احنا وقفنا في صيدالياتنا كتير جدا وكان المريض والمواطن بيلاقي أن الصيدالية هو صدر الحنون له كان بيصل الأمر في علاقة الصيدالية بالمريض أن المريض دي يجيحكيله على أموره الشخصية عارفين ليه لأن هم حاسين أن الصيدالي فاتح صيداليته عشان يقدم خدمة آه عندنا أخطاء آه عندنا تهريب لكن لما أجأتكلم على المدرسين ما أقولش أنهم كلهم فسدة لما أجأتكلم على الدعاة ما أقولش أنهم كلهم مش عارف إيه وإحنا على فكرة أيمين بمشروع الحكومة مطنشة فيه هو مشروع الصيدالة الإكلينيكية وبعضكم سمع عليه عشان نحول للصيدالي الحكومي إلى صيدالي بيدور مع الطبيب على سرير المريض ويقرر له الدواء والغزاء بشكل صحيح وده اللي تعلمناه عارفين معهد الأورام اللي جنبنا هنا ده عارفين مين اللي بيحضر له الدواء بالكامل مفيش محلول بيدخل في مريض في عرق مريض سرطان في هذا المعهد المتهاوي اللي قرب يقع على الناس اللي فيه إلا الصيدالة تدخل حضرتك تلاقي معمل الصيدالي الإكلينيكية اللي بيعمل المحلول اللي بيدخل جسم المريض بيعمله الصيدالي بعد أن يراعي أي أخطاء كتبت في التذكار طبعا لو حصل المشكلة في أي محلول من ده الصيدالي هيتعلق في المماشناء ليه؟ لأنه هو هؤهل تعليميا وحلف اليمين والمجتمع عاوزه ومع هذا كل ده الوزارة بتتفرج عليه من بعيد جدا كتير جدا اللي بيحصل لنا اتقدبنا كتير قوي وسكتنا كتير قوي لكن لم يعد هناك بود من أن إحنا نعمل زي الناس سنعتصم وسنضرب وهننظم الإضراب بحيث أن المريض يلاقي سكته وبنطلب من الدولة وبنطلب منك وإنتوا كصحفيين وإعلاميين أنتوا بتسيبوش مهنة هان إذا أنتوا شدتوها إحنا بش أنسيبها مش هنسيبها مش هنسيب المهنة هان هذا ما أردت وأن أقوله والله أعلم أني صادق ومتحمس من 52 سنة مرست فيهم هذا العمل و24 سنة مرست فيهم العمل داخل نقاط السال لست في قويا ولكني أحترم لقمة عيشي وأحترم علمي وأحترم الاحتياج المريض إلي وأقدم أقصى ما يمكن أن أقدم شكرا والسلام عليكم جماعة لو في أسئلة معلش أنا نسيت حاجة نسيت أكمل قرارات المجلس فيه إضراب جزء للسادلة الحكوميين يوم الأربع من كل أسبوع في فبراير يعني 12 فبراير و19 فبراير و26 فبراير وفيه إضراب للسادلة الصادلات الأهلية يوم 26 فبراير قرارات مجلس النقابة المنعقدة أنا قبل من أول بس إحنا النقابة الوحيدة اللي علقت الإضراب بناء على وعود الدولة إحنا النقابة الوحيدة في المهنة الطبية اللي علقت إضرابها عشان تسمح المسؤولين إن هم يتصرفوا وكان عقبنا إن إحنا صحينا الصبح هنا مشروعاً من درئيس الجمهورية فلما نرد بعد ما إحنا اللي عملنا كده لازم الرد يبقى قول إن الناس زائلت مننا إن إحنا علقنا الإضراب ده فردنا حيكون للدولة إنها تعرف السيدالي في مصر ليه دور غير اللي وزيد صحف أهمها قرر مجلس نقاب السيدلة مصر اعتصام في حديقة النقابة العامة للسيدلة بدءاً من ظهر اليوم 9-2-2014 وسيدعو مجلس النقابة السيدة السيدلة بالالتفاف عليهم بقيام الاعتصام إضراب جزء للسيدلة الحكوميين يوم الأربع من كل أسبوع من فبراير أي أيام 12-19-26 فبراير إضراب لجميع السيدلات الأهلية يوم الأربعاء الموافق 26 فبراير 2014 بالتزامن مع إضراب السيدة الحكوميين جمعية عمومية طريقة يوم السبت الموافق 1 مارس 2014 خمسة رفع دعوة قضائية عاجلة في القضاء الإداري لوقف تنفيذ قرار السيد رئيس الجمهورية وذلك لوجود شبهة عدم دستورية لعدة أسباب منها أن انقابل السيدلة رسالة رفضاً رسمياً للمشروع وللمعيار الذي تم بناءاً عليها هيكلة المشروع وهو معيار السنوات الدراسية مقاطبة السيد معالي رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور لطلب لقاء عاجل دي الطلبات يا جماعة عاشل هسيت أقول لكم حاجة أنتوا عارفين في الإدرابات اللي تمت الإدرابة اللي تم اللي اشترك فيه السيدلة واشترك فيهم مع الأطباء في إحدى المرات أنتوا عارفين مدير المستشفى وقع جزع على الصيدلي ولم يوقع جزع على الطبيب وهم الاتنين مدربين لنفس الغرض عارفين الحكاية دي ولا لأ عارفين أن وزير الصحة أصدر قرار بأنه الذي يدير المستشفى يكون أحد فريق عمل الطبي يعني طبيب أو صيدلي أو طبيب أسنان طالما قد حصل طالما عنده قدرات إدارية وإحنا بنفسها دلوقتي إلى أن احنا ندي دبلومة مستشفيات أنتوا عارفين أن في قرار وزير طلع بكده لكن اتحط في الدرج ومنع تنفيذه حتى في وجود الوزير اللي أصدر القرار حتى في كده أنتوا عارفين أن في قرار طالع من وزير الصحة أنا بقول لكم القشة التي قصمت ظهر البعير عارفين أن في قرار طالع من وزير الصحة أن الصيدالي يترك العهدة بمعناها الدفتري ويشرف عليها إشراف فني حتى يتفرق لدراسة الصيدالة الإكلينيكية تعارفين أن هذا الكلام لم ينفذ أنتوا عارفين أن الصيدالي إذا تقدم لمدير المستشفى أو للوكيل الوزارة الصحة في المحافظات بيطلب أن هو يروح يدرس ماجستير أو دكتوراه عشان يرجع على المستشفى يفيد المريض ويطلب ساعتين في مش عارف إيه في يومين أنتوا عارفين أن أنا مرة سمعت من رئيسة جامعة السكندرية أنتوا هتعملوا إيه بالدكتوراه أو الماجستير؟ أنتوا عاوزينها لإيه؟ تسمح للطبيب ولا تسمح للصيدالي ليه؟ أنا بقى والناس اللي قاعدين معايا سيجيبوا على رئيسة الجامعة السابقة في هذا الموضوع أنتوا عارفين أنه في قرار طالع لمصلحة إعادة هيكلة أسعار الدواء وأنا أقولت لكم أن ده مش منجيب المريض تعارفين أن الوزارة بتتعامل إزاي في هذه القضية؟ تقول لك أصل النقابة مختلفة مع المصنعين سيبوهم يضربوا في بعض وكأن الأمر مهنة لا تعني وزارة الصحة في أي شيء متأسف للإطالة في أسئلة جماعة؟ إيه؟ البيان تاني؟ واحد قرر مجلس نقابة سيادلة مصر اعتصام في حديقة النقابة العامة للسيادلة بدءا من ظهر اليوم 9-2-2014 ودعوة السيادلة للمشاركة في الاعتصام بالنقابة إضراب جزء للسيادلة الحكوميين يوم الأربع من كل أسبوع من فبراير أيام 12-19-26 فبراير إضراب لجميع السيادلات الأهلية يوم الأربعاء الموافق 26 فبراير 2014 بالتزامن مع إضراب السيادلة الحكوميين جمعية عمامية طريقة يوم السبت الموافق 1 مارس 2014 رفع دعوة قضائية عاجلة في القضاء الإداري لوقف تنفيذ قرار السيد رئيس الجمهورية وذلك لوجود شبهة علم دستورية لعيدة أسباب منها أن نقابة سيادلة أرسلت رفضا رسميا للمشروع للمعيار الذي تم بناء عليه هيكلة المشروع وهو معيار السيادلة الدراسية مخطابة معالي السيد المستشار رئيس الجمهورية لطلب لقاء عاجل السلام عليكم هيتوزع عليكم خطاب عليه ختم وزارة الصحة وعليه مخطابات وأسماء مدرين في وزارة الصحة هذا الخطاب بيوضح كيف تدار المنظومة الصحية في مصر كيف يتعاملون مع الدواء في السابق أيام الجائحة في 2009 استوردت الدولة بملايين الجناهات أو بالدولارات عقار المعالج المتخص في هذا اللي هو تامي فلو هذا العقار تم مد صلاحيته أكتر من مرة واحنا في كل السيد الله صراحة ما درسناش حكاية مد الصلاحية دي احنا عرفنا إن في حاجة اسمها في حاجة عندنا في الكلية اسمها الاستابلت استادس وفي حاجة تانية اسمها الاكسليريتد استابلت استادس في الآخر الدراسات دي بتقول الدواء ده يعيش سنة أو يعيش اتنين أو تلاتة ماكسيمام خمسة تحت ظروف حفظ محددة يعني اللي في التلاجة يبقى في التلاجة اللي في درجة حارة الغرفة يبقى في درجة حارة الغرفة تم يفلوه صدر الليه قرار إداري بيروقراطي غير سليم بمد وبعدين بعد كده في واحد وزير كان عنده ظهر ضمير فقال لك لا أنا أسر شوية المد نرجعه تاني وفي الآخر صدر أمر اللي ده كترة بكتب وصفات طبية عشان يسوي العهدة واترمى في النيل اترمى في النيل أو الترع بملئين الجنهات طيب ما تعلموش تاني دواء التامونيل المصري اللي احنا بنصنعه في مصانعنا المصرية هنا الدواء ده تاريخه اثنين 2014 يعني واحد في أسين واحد المفهوض يكون مقفول عليه برضو احنا نتعلمنا كده في السيدالة مايبقاش واحد اتنين او خمسة اتنين او سبعة اتنين او لآخر الشهر او غيره يعني هكذا تدار المنظومة السيدانية في وزارة الصحة بعشوائية وبتخبط وزي ما بقولنها وزارة الاطباء اللي سمحت بتداول الفنكوش وبعدين ثبت ان الفنكوش ده مش فنكوش ده من عدة الفياجرا سحبوه هكذا تدار هذه الوزارة اقصاء طب انا اعسى لكم والعملومة تانية اهم اقسم لكم بالله العظيم من ما فيه حد في اتحاد المهن الطبية بدأ من رئيس الاتحاد الدكتور خير الذي حضر هذا التوقيع من غير تفويد من نقابة السيدالة تماما لا يتحدث باسم السيدالة الا نقيبهم او مجلس نقابتهم لا غير محدش عنده صورة هذا مشروع القانون ده الوقع ولا احنا ولا اتحاد المهن ولا اي مخلوق في مصر عنده عندنا مسودات قديمة اللي نشرها اليوم السابع او غيره او غيره طب الدستور اللي لسه احنا قينا عليه نعم من قيمة كام يوم مش بيقول بشكل واضح وصريح ان النقابات اللي بتمثل مئات الالاف من خيرة شباب البلد وخيرة المتعبين في بلد لابد ان يؤخذ رأيها ولا رجعنا تاني الموضوع لا ويدريع طيب اذا كان هو هيبه موضوع لا ويدريع احنا هنتكلم بنفس اللغة اللي هم حيقدروا يفهموها لان احنا الفترة فادي كنا بنتكلم بلغة الظاهرة هم مفهمهاش احنا هنتكلم معهم باللغة اللي يفهموها بنأكد على القارات اللي صدرت بنأكد على الاعتصام بنأكد على الاضراب اللي هو حق حق مش تفضل من اي حد يعني وفيه فعاليات اخرى يمكن من ضمنها يبقى فيه مسيرة هنحدد لها معاد مسيرة ضخمة وحناخد لها وحناخد لها موافقة باذن الله تعالى يعني واشكركم مع تشرفكم يعني هي الرسالة موجهة يا سادة دلوقتي وزارة الصحة اللي مد التاريخ عقارة تمفله لالفين وسبعة من الفين وتسعة التاريخ كان خمس سنين وبعدين سبع سنين وبعدين رجعته تاني يعني بعبس شديد جدا هي الوزارة التي سلمت صيدلانية صيدلانية تقدم خدمة للعدالة علشان عندها أدوية منتهت الصلاحية بستة وخمسين جنيه وهي تقضي عقوبة بالسجن هو يعني أنا رسالة للرئيس المستشار القانوني عدلي منصور أرجوك صيدلانية مرمية في السجن علشان كان عندها أدوية منتهت الصلاحية بستة وخمسين جنيه مرمية في السجن وقيادات أمدوا تاريخ صلاحية عقار يمس حياة مئات وآلاف المواطنين وهم موجودين بأماكنهم بما أن حضرتك بتحكم بروح القانون وأن القانون ليس فقط عبارات وهو تحكمه الروح والعدل من فضلك يعني نطلب العفو بيان بالعفو عن الصيدلانية منال فايز اللي ليها أو إيقاف العقوبة منال سعد عازر منال سعد عازر يا جماعة موجودة في السجن لا لأنها انحرفت لا لأنها زورت لا لأنها يعني خالفت ميساق شرف المهنة بل هي واقفت تؤدي خدمة للمريض دور تنويري توعوي يعني إحنا بنهان يعني أقل واجب ردا على المأساة دي أن يتم إطلاق صراح أو وقف عقوبتها وشكرا تعرفين مستحضر التامفلول اللي هو بتاعيه الفلوانزة الخنزيج